وبدأ سباق ختم القرآن الذكر التبرع جمع كل ما نستطيع جمعه من الحسنات بالطرق مختلفة حتى نستغل الحسنة بعشر أمثالها وعلى وقت الغروب يبدأ العدد التنازل الثاني للإفطار اللي يجمع كل ما لذى وطاب من الأكل اللي ما يفارقنا إلى أذان الفجر ولكن لحظة هل هذه الأعمال تأثر فينا بالطريقة اللي مفروض تأثر فينا؟ هل إحنا مستوعبين السبب اللي يدفعنا لهذه الأعمال؟ وعطيناها الفرصة عشان تأثر فينا بالطريقة الصحيحة؟ رمضان هذه السنة حقيقة غير صرنا أقرب لأهلنا اللي في البيت العالم صحيح في معمعة الجائحة ولكن فيه نوع من الهدوء والسكينة في العالم ممكن حقيقة نخلي رمضان هذه السنة غير في طريقة تدبرنا وعبادتنا نتفكر في كل آية نقرأها ونسأل أنفسنا كيف ممكن نطبقها وإيش هي الدروس اللي ممكن نتعلمها لهذا السبب أنا ومجموعة من الأصدقاء قررنا نشارككم الآيات الأقرب لقلوبنا في سلسلة رمضانية كيف إحنا نطبقها في حياتنا اليومية وفي رمضان بشكل خاص ممكن أنتوا بعد تشاركوا بالآيات الأقرب لقلوبكم بفيديو تخبرونا ليش هذه الآية قريبة منكم وكيف أنتوا تطبقوها في حياتكم أو ممكن تشاركونا في حوارات الحلقات القادمة الحلقة القادمة الحمد لله رب العالمين استعنت في هذه الحلقة بكتاب صفوة التفاسير حتى أتأكد من فهمي الصحيح للآيات وطريقة تطبيقها شكرا للمتابعة ونلتقي في الفيديو القادم